بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب نستكمل مع بعض اليوم التوزيع الثاني من التوزيعات المتصلة اللي بدأنا في الدرس السابق ألا وهو توزيعتي هنوضح مع بعض النهاردة بعض الملاحظات اللي بتقول لي أن الاختلاف الأساسي بين توزيعتي والتوزيع الطبيعي هو أن الانحراف المعياري للعينة S هو المستخدم في حالة توزيع T بينما الانحراف المعياري للمجتمع هو المستخدم في حالة التوزيع الطبيعي القياسي أو توزيع الطبيعي Z وفيما عدا ذلك فالتوزيعان متماسلان وكلما زادت قيمة N كلما أصبح شكل توزيعتي قريب جدا من شكل توزيع Z قلنا قبل كده أن توزيع T بيعتمد على ما يعرف في درجات الحرية U إن ناقص واحد شروط توزيع T هناك ثلاثة شروط لاستخدام توزيع T أن يكون المجتمع المسحوب منه العينة بيتبع التوزيع الطبيعي يبقى المجتمع الأصل يجب أن يكون تابعا للتوزيع الطبيعي لانحراف المعياري للمجتمع سجما مجهولة غير معروفة العينة صغيرة أي أن حجم العينة أقل من 30 مفردة لأنه كلما زاد حجم العينة عن 30 اقترب شكل توزيع T من شكل التوزيع الطبيعي الشكل التالي يوضح لنا أنه كلما زادت حجم العينة من N بتساوي 5 إلى N بتساوي 15 سنجد أن شكل التوزيع يقترب من شكل توزيع الطبيعي القياسي Z التوزيعين شبه بعض متماثلين حول الصف الشكل يوضح تماثل التوزيعين الطبيعي القياسي وتوزيع T كلما زاد حجم العينة كلما اقترب شكل توزيع T من التوزيع الطبيعي القياسي Z توزيع T يشبه توزيع Z فيما عدا أنه أكثر انتشارا الأكثر انتشارا ده بيوضحه لي إزاي إنه الديلين الطرفين الخاصين بتوزيع T بيكون بيكون أعلى من زي لي أو طرفي توزيع Z وأكثر قربا وأقل انتشارا كلما كانت إن كبيرة يبقى بيبقى شكل توزيع T قريب جدا من شكل توزيع Z إذا كبرنا حجم العينة اللي موجودة عندي أي يكون تشتت توزيع T أكبر من تشتت التوزيع الطبيعي تباينه بيساوي الواحد التوزيع من الطبيعي بينما الانحراف المعياري لتوزيع T تقريبا بيكون 1.035 3.5 المثال التالي يوضح مثال بسيط على استخدام توزيع T في إيجاد القيمة الاحتمالية على يمين قيمة T إذا كانت أطوال الطلاب تتبع توزيع طبيعي متوسطه يعني ميو بتساوي 167 فلو صحبت عينة من أربع طلاب إذا حجم العينة صغير إنه بتساوي أربعة احتمال أن يزيد متوسطها أي متوسط العينة X بار عن 183 سنتي إذا كان انحرافها المعياري أي للعينة S بيساوي 10 سنتي عايز بس ألفة نظر أبناء الطلاب إذا أردنا تحويل متغير عشوائي X إلى متغير عشوائي T أو يتبع توزيع T هنطرح الوسط الحسابي ميو ونقسم على الانحراف المعياري للعينة لأنه غالبا بيكون الانحراف المعياري مجهول أو دائما أبدا شرط من شروط استخدام T أن يكون الانحراف المعياري للمجتمع سجما مجهول أما إذا أردنا تحويل الـ X bar إلى T فنقوم بطرح الميو والقسمة على S على جزر N زي ما هنشوف في المثال اللي معنا T بتساوي X bar ناقص ميو على S على جزر N X bar X bar عندي في هذا المثال بتساوي 183 س ناقص الميو 167 على الانحراف المعياري S على جزر N S 10 حرية بتساوي صف 3 عن القيمة 3 و18 من 100 أجدها أسفل قيمة ألفة بتساوي 0.025 إذن حل هذا المثال بيساوي 0.025 0.025